مرحبا معكم عوات في مزوري كل عادة في جيو إكسبرس ساعة نحكي فيها على مستجدات الصحة العالمية التحليل الجيوسياسية المتعلقة بالأحداث في تونس وفي العالم نحكي فيها على مستجدات الوضع في السودان مباشرة مش يكون معنا مراسل من الخرطوم وكذلك مش نعمل جولة فيما يتعلق بالأزمة الديبلوماسية ما بين إيطاليا وفرنسا على ذوق تصريحات الوزيرين حول موضوع الهجرة غير النظامية هيدهم أبرز ما حاولنا مرحبا بكم ومرحبا بكل مليحظاتكم اللي تنجموا تحطوها في الباج اليوتيوب لإكسبرس أفهم نبدو معا زيفنا لانفتي دي جوغ مرحبا بك سيلوأي شابي رئيس منظمة أليخت لمجابهة الاقتصاد الريعي أنت كنت دائما حاضر للحديث على أزمة القطاع البنكي في تونس أنت كي يبدأ البنك الدولي في صندوق النقد الدولي اليوم ماشي في طريق يقولك أي اليوم أحنا رانا تقريبا في الخطوات الأخيرة ماشي مش نعمله برامل اتفاق مع تونس ونحن الآن في الخطوات الأخيرة هذا اللي كان أعلن عليها جهد أزعون مسؤول في صندوق النقد الدولي لوكاة بلومبرغ لكن بالتوازي مع ذلك تقريبا منذ يوم وزيرة الصناعة أعنت على رزنامة التعديل في أسعى المحروقات ووضحت أن الحكومة اليوم قاعدت تنهي تقريبا في أعداد برنامج إسلاح منظومة الدعا اللي هو كان من بين العناصر اللي داخلها في الشروط أو الإصلاحات اللي مطلوبة من تونس للموافقة على القرض قرض الصندوق النقد الدولي أنت كيفاش قريت هذا الحدث المتعلق بمستوى وزيرة الصناعة وكذلك تصريحات المسؤولين في صندوق النقد الدولي هو في الأخيرة في تونس عنا فترة دي ما نحكيو على إزدوجية الخطاب وخالصا كي نحكيو على الموضوع الاقتصادي في تونس نحكيو على إزدوجية الخطاب أنا بنقولش إزدوجية الخطاب بل نقول تباعد كل ما بين الخطاب والفعل السياسي هو الصندوق النقد الدولي تونس مشيت له برسالة تتعاهد فيها بإصلاحات في متعددة الأبعاد لليوم ما نعرفوه شنية فحوة هذه التعاوضات اللي عملتها تونس برسالة رسمية وعلى ضوء الطلب هذي أخذينا موافقة تقنية في ما يسمى staff level agreement واللي يقول قايل معناها بنحية رسمية تونس مشية في معناها اتفاق مع صندوق النقد الدولي نستنيه كان في موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من ناحية الخطاب الشأن الداخلي السياسي فما تباعد كل حول ما بين الأفعال والخطاب وهنا نشوفه اللي فما نوعا ما رغبة بش نحاول نقوله اللي راهي الشروط هذي مفروضة علينا واللا فما نوع من المجاسفة على النظام السياسي الحالي باستعمال التمويل متاع صندوق النقد الدولي الحقيقة لازم نعرفو اللي تونس من فترة 2014 رجعت في النيجوزيات مع صندوق النقد الدولي بهدف أنها تعود رجع التوزن في المالية العمومية وتعود تتراجع ثيقة الناس اللي سلفوا فينا فلوس في الاقتصاد التونسي هوني احنا كنا قاعدين نبعدوا على الشأن هذا لسبب بسيط على خطر المسؤولين على الوضعية في تونس اليوم ما عندهمش فكرة كيفاش نخرج من الأزمة الاقتصادية الحالية فيرفضوا نوعا ما تواجهات معينة عمام ما فماش خلنا نقوله مقترحات جدية باديلة على التماشي هذا الهيئة الدولية لأنه اليوم التبين قاعد نشوفه فيه ما بين ما تعلنه الحكومة وما يعلنه رئيس الجمهورية اليوم السياسة الاقتصادية من يقررها ومن يرفاوذ ويقبل هذي الالتزامات احنا ما يناعنا الحكومة قدمت برنامج ايه البرنامج اكيد على علم به وعلى اطلاع به رئيس الجمهورية لكن شوفنا احنا فما تغيير في موقفه في الفترة الاخيرة وتجديد على مسألة ما يزمش يكون على حساب الفئة الهشة ما يزمش يكون على حساب الارادة الشعبية تونسية يزم يكون فيه خدمة للاغلبية الفقيرة اتستاها. دونك اليوم هل بالحق نجم كونو احنا في مراجعات اي انا ما عادش يساعدني ان الصندوق نقدوه لي كونديسيون اللي فرضها ما عاش نقدر عليها. قولك انت ما تنسيش دور الاجتماعي للدولة يزمني نقوم به. وإلا آآ فما عدم تنسيق ما بين الحكومة والرئيس الجمهورية. مثلا كان الحكومة التونسية اليوم تحاول تخرج تاخذ قرض على السوق المالية. ويقولوا فيو انو تاسيون متاع البلد الذية راهو مش نعتيوكم نسبة فايدة تعتوى 13 مية ولا 12 مية. نجم نقولوا اللي السوق المالية تفرض علينا في نسبة فايدة كبيرة. وإلا أنه سياسة تونس وصلت اللي احنا معاتش عنا كالمصداقية الاقتصادية اللي تمكننا مش كونو عنا نسب فايدة كيف ما تاخذها المغرب مثلا. هوني نفس الشي وقتلي الشخص ولا منظومة ولا نظام معرش شنو يحب يعمل ولا شنو الأهداف اللي حاب يوصل لها. ما يشوف كان الجانب السلبي متاع السياسات اللي مقترحينها. وقتلي كيف ما في شركة كيف ما في على مستوى خاص ولا على مستوى عائلة. وقتلي واحد يعرف وين النجم يمشي. عنده ثيقة في قدراته. عنده ثيقة في إمكانياته. عنده ثيقة في المعنىها البيئة متاعه. ينجم يقول لك اي نجم نعلم تضحية جماعية. مش نوصل الهدف هذاك وحاسبني على الهدف هذاك. وشي هذا بتبيع مقبول حتى بالنسبة الرأي العام التونسي. وقتلي نقولوا رانا بش نعملوا تضحيات نوعا ما. رانا بش نتعديوا بفترة سعيبة. أما بش نوصلوا وحاسبوني بالمشروع هذية ولا حاسبوني بالأهداف هذية اللي موجودة في مثلا قانون المالية. وقتها نجموا كي تبدأ بفهمة وحدة في الرأي العام نجموا نتخطوا كل صعوبات. وفرما برشة دولة تخطت برشة صعوبات. مثلا بورتيغال على سبيل المثال. وقتلي وقتلي شخص أو مجموعة ما تعرفش وين تحب تمشي. ما عندهاش أفكار بديلة ما عندهاش حلول عملية. متناش ما تشوف كان الناس الجانب السلبي للمقترحات متاع الناس الاخرين. صدق ناق دولي كان تبقوا الاتفاقيات معها مية بالمية ما نخلقوش ثروة في تونس. كان نمشيوا في الكلام بتاع صدق ناق دولي مية بالمية ما نخلقوش نمو ما ما نلقوش حل للبطالة. نلقاو حل ظرفي لمسألة التوازن في المالية العمومية. لكن يقول لك انا اليوم كي ناخذ الموافقة الاولية في التخنشلولة من صندوق النقد الدولي بش يصير من بعد آآ الحولة في متاع تونس بش يوليو يدخلو يعطيو انفستيسمان. دونك بش تزيد انت يتعاون وتنقص شوية ما تود انفليسون دونك معناها كي انه هو بشي حلك بب نوعاً ما بشي عاونك. تود انفليسون والا التضخم اه ماهوش بالاقتراض اتناها بالانتاجية. اه اليوم في تونس المشكلة انه كيف نسلفوا الدولة التونسية ولكن سلفوا الحكومة التونسية بش كون قاعدين نسلفوا? هل قاعدين نسلفوا في اشخاص. هل قاعدين نسلفوا في نظام? ولا قاعدين نسلفوا في مشروع? ولا نسلفوا في مشروع ولا قاعدين نسلفوا في مشروع متكامل مشروع هيكل مشروع تنموي أنا هوني ونقول فما مشكلة وقتيني مثلا يقولوا آه مصر وقفوا معها دول الخليج ووقفوا معها صندوق النق دول في فترة سعيبة من هما قاموا سنة نظام معين ولا قاموا سنة مشروع معين خاتم شوفوا الوضعية تاعة مصر اليوم مهيش وضعية ممتازة هذيك عليش احنا في تونس لكن هما بالنسبة للاكزامبل هذا هما سندوزوز النظام والمشاريع حتى ما تنجمش نفس والنظام على المشاريع المشاريع الهايكلية من غيرون تقروا في التفاصيل المشاريع الهايكلية ما كانش مجدية الى حد اليوم ما عم نعنش غضوة بالكش تحسن الامور ورغم انه فما كان فما التحفيزات داخلية كيفما الثروات الطبيعية اللي تم اكتشافها ولا المساعدات الخارجية اما شنرجع الموضوع المهم اليوم شخص ولا دولة ولا منظمة عالمية تحب تسنة تونس تكون قادة تسند واذا في شنو قادة تسند شنيه الطريق لماشيط له تونس شنيه الخطة الاقتصادية اللي اخترتها تونس هل تونس مثلا لقات حل في معناه في النسيج الاقتصادية بشكل قيمة مضافة اكبر هل تونس لقات حل بش تكون رابط ما بين القارة افريقية والقارة الاوروبية هل تونس معناه عندها مشروع بش تعاوض الصين مثلا بالنسبة للصدرات لقاصرة المداء ولا شاي هذا هذا اللي قاعدين نحكيو فيه اليوم بتونس وقتالي نحكيو على التمويل هل قاعدين مولوا في النظام مولوا في مشروع واذاك ايشنو عاشنا في تونس وقتالي صارت الثورة تونس كانت عندها صورة ممتازة في الخارج بتاع بلد عربي مسلم ديمقراطي ولا يحاول دخل في مشروع الناس ضخط اموال في المشروع هذي على مستوى الحكوم على مستوى الجمعية على مستوى كل شي نحب ونساندو أنت تحكييو على الفترة بعد الثورة؟ أنا أحكيه على فترة بعد الثورة وشنو اللي صار؟ وشنو اللي صار؟ هذي هو أهم حاجة اللي صار هو أنه مرة أخرى المنظومة قاعدة هي نفسها معناها المنظومة نفسها الإدارة نفسها الأمن نفسه العدل نفسه القوانين هي نفسها ما صارتش ثورة حقيقية على مستوى إدارة شأن العام صارت تغيير للنظام السياسي اللي قاعد يقوم لليوم نفس الشي قاعد يستثمر في مشروع اقتصادي اذاك عليش وضعية المواطنيين والمواطنيات وضعية الاقتصاد متواصلة هي نفسها ما يصيرش عليها التغيير كبير جوز تتغيرش كون تصويرته في الصفحة الاولى في الجارات. ايه انا كيف نستنتج من كلامك نقول ملا يظهلين ايه ولي صحيح مش لازم نقبلوه احنا القارض بتاع صندوق نغدولي بما انه موش بشي دخلنا في تلمية موشي خلينا نخلقوا مواتنشور موشي خلينا نعملوا اه هذا اقتصادي ايه ولي هناك اين ورئيس الجم هراي كيف يقول لك ايه انا مانقبلش الاملائيط والما نقبلوش. احنا ماشا عليش حتى طرف خارجي يحدنا المسيرة متاعنا ويحدنا ماصيرنا. ايه وليا معنى منطقي كにا كما قلت انتي كلام كما قلت انتي كلام اما يقعد هاذا اه سهل برجة بشو هدي اقوللا? ايه وشو عن بعد? ايه ما زال برجة معنى? انتت بلليت يقول يقوللا اما معندوش البديل. مهو كذلك ما هو. البديل شنوال بديل انه المنهوبة المنهوبة اموال تونس الخارج اللي تونس اه دولة الحكومة التونسية خسرت قضايا بتاعها قاعد تخصف قضايا بتاعها القضية تلوة الاخرى. اه شنو اللي هي اللي تعرف القضايا دي من وقت الثورة احنا بدينا. من وقت من وقت الثورة ومزيت وتواصل اليوم. وتم ايسائة ايه. ما وهي الاشكلوين. سوء اختيار حتى المكاتب اللي يدفع على النافة هاي. ويقن. يقن فيه. وإلا فاما رغبة سياسية زادا. ولا فاما رغبة سياسية. نفكر في الحكومة عيوسف الشهد. كانت فاما رغبة سياسية على مستوى الشخص معين. ما مغيش باش نعمل تحوي الوجهة للبرنامج متاعك. شنعكيو حاجة اخرى. ليه اما اما بش نرجعو للحاجة الاساسية. شنية 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 المقترحات البديلة. الشركات الاهلية. والاموال منهوبة. ولا افسد رجو الاعمال. يمشي يمول احس اه افقر مع معتمدية. والاسبيتار اللي في في قروين عملنا له باب. معناها مرة اخرى نفس السياسية. اه في تونس التقالبات اللي صارت في الفتاة 2021 وفتاة 2021. الموتيباشون اللي اللي نتاحها كانت الوضعية الاجتماعية والاقتصادية. ايه. بتاع المواطنين. وديما تصير تحوي الوجهة. المعارك السياسية الضيقة. الهدف منها هي السلطة لغير. اذاك اذاك عليش اليوم نفس الوضعية الاتصادية. ولكن الحاجة الاصعب. هو انه اليوم اقتصاديا احنا كينو الانهيار مشوا يتسارع. كينو المنويل الاقتصادي اللي احنا اخترنا له. ما عادش عندو الاكسيجين اللي ماكنو مش انو يتواصل. الاكسيجين يجي من اه غياب الازمات على المستوى العالمي. اه غياب الحروب. الاكسيجين يجي من المسندة متاع المنظومة السياسية. هذي اه يخلينا نخافو على الوضعية الاقتصادية التونسية. على خاطر الى حد اليوم ما عناش بدائل. كان مشنا نشوف نفس المنويل متاع الميظام الحالي. مش نعملوا استشارة على الوضعية الاقتصادية كفيش نهرجو منها. نعملوا استشارة بالانترنت ونشوف وشكون يقترح حسن فكرة. لو اي شي برئيس منظمة الاخت اليوم اه نحنو هل نحصد نتيجة خيار معناها اقتصادي وسياسي عندو السنوات وقف اصبح غير عاج اه غير قادر على انو يواكب دونك اليوم احنا انغيكولت للنتيجة. اوكي? وإلا اه الوضعية الاقتصادية والسياسية بتبيعتها هي صعيبة. اه. فما نجموش نعملو حاجة خطوة كبيرة. معناها سوف كي باعتيني اليوم اه كي انو نقعد في عقلية اه الحلول القصيرة المدى. فانتظار طوى نشوف كي نتنفس. كما قلت انت نتنفس ونواجه نوالي نجم نعمل حاجة اه طويلة المدى ونبني مستقبل اقتصادي واضح. هو لحقيقة التجارب السياسية في الدول كي البصمات. تشبه البعضة اما فريدة من نوحة. تونس نفس نفس الشي. احنا في الفين وحداش كان فما التوق لل للكرمة وطوق لل للحقوق الاقتصادية. ماي. وبالتبعه اه فما التوق للحرية حرية التعبير حوية التنظم حرية الانتخاب وكل شي. اه الجيل السياسي اللي مسك بزمام الامور بعد الفين وحداش اه كانت عنده اه رغبة باش انه يتطلب. اه يجاوب للتطلبات السياسية على خطرها كان يعاني منها وقت بناء لي. الجيل السياسي متاع اللي كان في المعارضة وقت بناءة. وآلا حتى اللي ما كانش معارضة وقتNeي وقص لي كان محروم العمل السياسي. كان يتوق إلى حرية التنظم في على المستوى الاحزاب. اه انتخابات شفافة ومتوازنة اه حرية الصحافة الى اخره. ولكن حسب ريي انا ما كانش عنده لا القدرة لا 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 دراية بالمشاكل متاع المستوى الاقتصادي اللي تجاوب الحق الاقتصادية فاشنو حاول نعمل لغياب مراجعات حقيقية ولا لغياب لغياب المناخ اللي كان موجود وقت بنعليه لعبت معناش حاقتات نفس سياسية. انا نحكي على اللي يجاوهم بعض. اينا نحكي وقت يجاوهم بعض معناش حوش عليش. حسب ريئان على خطر كانوا كيفما اليوم على مستوى الجبهة اللي اللي اتدافع على حقوق حق الانسان على حقوق السياسية. حسب ريئان وان شاء الله ما نظلم حتى احد. ما كانتش عندها الوقت ولا الامكانية بش انها تركز على المستوى الاجتماعي اللي هي مكنش مكنش اوليوية فقط في الوقت الوقت بنعليه. نرجع لللي نحكي فيه اللي هو مهم برشا انه نقوله الوقت اللي جايل الجيل هذاك قال انا بش نلقى حل اللي كنت نعاني منه انا على مستوى الانتخابات حرية النظم حرية الصحافة وكل شيء. ونحاول ونعملوا بالسياسات متاع الفترة تعبن علي وبركيبة بنظام ديمقراطي. ما نحاول نعمل ديمقراطية بامنة على ديكتاتورية وقضاة على ديكتاتورية وإدارة على ديكتاتورية وشي هذة مامشاش. في نفس الوقت المواطنين وقت اللي صار تدلهابه والكسر القيود السياسية كانت تتمنى او تتصور انه على المستوى الاجتماعي الاقتصادي بش يصير نفس التغير بواحد ثمين مئة وثمانين درجة فرد وقت. مثلا احنا وقت بنعلي ما بين ثلتاش جانفي واربعتاش جانفي مماناش عايشان في نفس البلاد على مستوى السياسي حرية التعبير وكل شيء. كنا نتصور ولا مجنب كبير من المجتمع التونسي كنا نتصور على مستوى الاقتصادي كيف كيف. في الفترة ما تعرفين احد ايش برش عبيد خرجت من خدم انتاحه وبطلو الخدم انتاحهم. اللي في الوضعية لهاشة انتاحهم قالوا احنا بش ننخرج و بش ننخدموا في الجنوب مع ليبيا وكذا. العبيد اللي كان يعيشه البارة اللي كان عندما شركات ناشحة باعو شركات انتاحهم ومراجوا عيشوا في تونس. فكانت تفهمة رغبة ملحة انه كل شيء مش تقلب على المستوى الاقتصادي كيف ما تقلب على المستو وسياسي. في الفترة متاع العاشرة سنين هذية الخيبة الاقتصادية والاجتماعية كانت كبيرة. بذبت. فنقولوا فرد. شيء هذا صار في الدول الاخرى يقول اللي عرفت اللي عرفت هباة الديمقراطية انا نقولوا الديمقراطية مايش حل. اي ولو كينا هي سبب في الزبت. فنعملوا فنعملوا عودة الى الوراء. اه على المستوى اللي حقنا بش نقولوا خلنا نرجعوا كيف ما كون نقبل. كيف نرجعوا للوضعية متاع الديكتاتورية بش يرجع الاسعار كيف ما قبله. اش يرجع الوضعية اش يرجع الوضعية. اش يرجع الوضعية. وهذه حاجة كيف كيف مرة اخرى فريدة من نوحة بالنسبة لتونس في الحيثيات متاحة. اما تشبه للتجربة اللي على عشدة دول الاخرى. احنا توى في الفترة هذية متاع معاتش عنا وين بالمنظومة هذية. والحل انه عن المستوى الرائع عام التونسي. نعرفوا اللي تحمل مسؤوليتنا الشخصية هي والجماعية بتبيعها هي اللي بش تمكننا بش نرسموه احنا مستقبلنا مبعضنا. مايجيش دستور تكتبو اه تكتبو اغلق اه معناه اوليغارشي ولا شخص بعيني. انت تحملوا المسؤولية ايها وقالك هو هنا بيجي نحب نعاول على تعويل الذاتي. ايه. تمويل الذاتي. ايه. ونعملو على رويحنا. ايه. 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 مرة اخرى نقولو الخطاب هذية. نت حملي نركز مع الخطاب نجم نكتبو كتب على على الخطابات السياسية. كيفش نفعلوه. ايه كيف نفعلوه. خاصة بعنا نتكلمو نتكمل نتكلمو على نعاولو على قدراتنا الذاتية. اه تخرج سفارة امريكا تقول احنا من حابوش تونس توقع مغير طبونا ومغير كذا في العيد ورانا بش ننمدو لكم مشكاير قمح. ما فما معناها دستانس كبيرة ما بين الواقع والخطاب. الخطاب انا الحقيقة ما عادش نخزر له. ما عادش ناخذ بعين الاعتبار. الحقيقة على خاطر حسب رأي ما ينجمش يكون عنده تأثير ايجابي على الوضعي في تونس. ما ينجم يكون عنده تأثير سلبي على الوضعي في تونس. انا نشوف اللي الحاضر متاع تونس وقت اللي يبشي واللي ماضي وقت اللي نجمو نح اقبلنا. انا نشوف اللي الحلول السهلة متاع تو بالديمقراطية كل شي تحسن ولا تو كفي جي شخص معين يبدللنا كل شي نرجع كما قبل. هذي حلول سهلة معادش واقعية معادش ممكنة. هذي كعليش من مستوي احنا كمنظمة اليرت. نحاول نقول للمواطنين راهو لزمكم تتحملوا مسؤوليتكم بطريقة فردية وطريقة جامعية. انه نرسموا منويل يشبه لنا. كيفيش? هو الحقيقة احنا وقتلية وقتلية. عملنا اليرت قلنا باش نعاولوا على حرية التعبير وحرية التنظم باش نجمو نبدلوا الخطاب السياسي. وقت هتفكر الخطاب السياسي كان محافظين حداثيين اسليمين ضد معنا حداثيين وكل شي. احنا قلنا خلينا نستعملوا الوسائل اللي هي فريدة من نوحة في المنطقة متاعنا كحرية التعبير. كحرية التنظم. كحرية الانتخاب. باش كل الناس لازمكم تختاروا على المنويل هذي. قاعدين نحاولوا نكونوا عنا نوعا ما يقضى جماعية على المستوى فيه. وقاعدين نعيشوا فيه. انا الحقيقة نشوف اللي الناس كيف تتكلم على المستوى على الموضوع الاقتصادي عندها وعي كبير برشا. عندها معو لكن عنا زادة اختلاف وجهة نظار كبيرة ما بين رجال الاقتصاد زادة في الحلول. كيف نحكي ومعناها فيما تعلق الحلول. لفهم اللي راني قولك ليه تونس معناها ما صيرها ومستقبلها الكبير مرتهن ومرتبط بسندوق النقد دولي. فهم اللي قولك ليه ايجا نعاود المنظومة بكل هالراج رجعوها وعنا حلول معناها نجمو نبداوها فيما يتعلق شركة الفوسفات وغيرها راو نجمو نبداو ندورو العجلة ونوصلو بشوية بشوية يمكن مش تكون فما ثلاثة سنين سعاب شوية لكن بعض بش نقفلها ساقين. يعني حتى رجال الاقتصاد مختلفين. احنا احنا في منويل افريقي بحت كن نحكيو على الفوسفات. احنا في منويل افريقي متاع ازمة ومتاع تخلف اقتصادي. ايش معناها؟ معناها احنا بش نبذلو نبذلو جهدنا الكل بش نبيعو ثروات الطبيعية خامة. ام. بش نجمو نخرجو من الازمة الاقتصادية بتاعنا. ما ننبيعو ثروات طبيعية خامة. نبذلو فوسفات تونس عليه فشنا ممشموش. هو كان حتى على مستوى الترتيب متاعو من القوائل. على خطر نمشو نعملو تطلع على المغرب. كيفاش تبيع في الفوسفات. نمشو نعملو تطلع على تونس. كيفاش قاعدين نحاولو نبيعو الفوسفات. نحاولو نبيع فوسفات. لا لا. دي ما نبيعو فيه خام. معنا حتى طريقة بش نحاولو الفوسفات. معنا حتى دراس على شنوة العبيد اللي يشيروا من عندنا الفوسفات مثلا في الهند. شنية تطلب. اه كقيمة مضافة بش نجمو نبيعوها. اغلى ما يمكن نربحوا منه قيمة مضافة اكثر من ما يمكن. مش نجمو خدمو بها اكثر ما يمكن الناس. كنقولك اي رونا احنا في في الردايف ما نبشوش نخدمو اكثر من معرش ستالاف اتنش نالفين شخص في في استخراج فوسفات. اما نجمو نخدمو الباحثين اللي توا في اعتصامات قدام وزارة التعليم العالي. اليوم عملو دي دكتوراي. نجمو هم المختصين. لا على خطة. لا نحكي على دكتورة. نحكي على دكتورة. نحكي على دكتورة. نحكي بش نقول معناها لازم تكون عنا الثروة آآ انكلوزيف. معناها هي نستعمل نستعمل بها بش نخلقوا قيمة مضافة اكبر بش نجمو نحاولوها. البرشة حاجات للفلاحة. كيفيش احنا دولة تصدر في الفوسفات لمونيتر مفقود. كيفيش احنا في الوضعية هذي. نفس الشي بالنسبة لزيزيتونة اللي صدروا فيه خام. نفس الشي بالنسبة لكل حاجة. نجي معناش رؤية معناش المناخ. بش نجمو نحاولو شي هذي. مرة اخرى هذي من ولك ما قلت لك من الويل افريقي. معناها آآ اتقارات احدية. قرارات ما عندها حتى علاقة بالواقع. بش نجمو نحاولو نبيعو اكثر ممكن ثروتنا الطبيعية للناس سستفيد منها في الخارج. هل هذا لي غياب القدرة على فعل هذا الخيار اللي انتي طوام اقترحه. اللي هو ينجم يكون بالفعل. معناها افكار نجم تعاونة على الاخر. آآ غياب القدرة ام غياب الرؤية. هوش الحقيقة خاني نشوف الرؤية ولا القدرة جي من آآ نوعا ما آآ تكوين المجتمع التونسي. المجتمع المجتمع السياسي المجتمع الثقافي والاقتصادي. انا كنجي نشوف في تونس اليوم. عنيش عنا رجال اقتصاد اليوم في تونس? حقيقة متكونين في تونس. عنا متبعات الحال وذيك المشكل اللي احنا هم مختل فيه. كنحبو نحكي. كنحبو نحكي. كنحبو نحكي. كنحبو نحكيو عالمستوى العالمي. عنا رجال اقتصاد في المستوى العالمي. مؤثرين معناها. عنا اليوم كنم نحكي وفي الكليات. عنا عنا باش نكون. عنا عنا ناس تحاضر في الجامعات الدولية في فرنسا وفي دوندرا ورجال اقتصاد ممتازين. انا حاسب رايلي على خاطر كيف نحكي على اقتصاد نجيبه ليز اكسبير كونتابل. لكن نحكي على اقتصاد. انا حاسب رايي ليز ايكونوميست يتعدوا على اصابع اليد. معناها معناها فما شكون كانت عنده بتجارة في البنك الدولي ولا الى حد اليوم ولي عنده بتجارة في الصندوق الدولي. اما هذو ناس طبق سياسات. ما تخرجش السياسات. نجم تقارن سياسات. احنا اليوم في تونس. الشأن السياسي نحاولو نفصلوه على الشأن الاقتصادي كأنهم حاشتين. ما عندهم حتى علاقة بعضهم. السياسة هي قدرة وريادة وتجربة في المجتمع وكل شيء. والاقتصاد هي حاجة تقنيته نعملوه في الاخر. على خاطر دولة انت عنا تبنيتها كيكة. برقيبة كانت عنده رؤيات اقتصادية. ما عنده حتى دراية بالشأن الاقتصادي وهذا مش مطلوب منه. اما خلق مجتمع يفرق ما بين التكنقراط التقنيين والسياسة. ودونك شعرنا عنا سياسيين ما فهمو حد شيء في الاقتصاد. وعنا عبيد في الاقتصاد كي انها سياسة مش منتا. وهذه زي 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 كيف ما عنيش مشكلة. وهو كذلك. هذا هو التكنقرات. هاي. هيا. قداش نواحد مثلا مش يقرأ اه اقتصاد في تونس عنده اكثر من السوطاش في الباكة. قداش. لازم نشوفو معنا لقام ذو. عنا بتبعى نحكي على الحقوق. نحكي على الصحافة. نحكي على حشة ذوكم الكل. على خاطر احنا عاملين انسيستام. مش العبيد المتخرجين المتفوقين الكل. يمشيوا يقرؤوا ميتسين ويقرؤوا في الابريبا ويخرجوا البره وكل شي. على ما عنيش. ما عنيش منظومة. يتنجم تخرج المتفوقين في الباكاروريا في الميدين المختلفة الكل. نمشيوا كان في منحاوي حتميهبا. مرة اخرى خطاب اخر محافظ نعم تحول مجهة. مش نختمو معاك في اقل من دقيقة انت كنت دائما تركز على مسألة ضرورة تحريل مبادرة والتقليص من هي امانة الادارة على الاقتصاد في كلمة. معنا كيفاش مني نبداو هذي. هو دقيقة شوف. ما انا ما نحبش نفرق ما بين الادارة والبقية. احنا عايشين منظومة متكاملة. اه الادارة فيها منتخلطة مع مع الشركات المهمنا الخاصة. المشكلة ماش مشكلة بتاع ادارة على بينما هي مشكلة متاع المصلحة العامة. اليوم في تونس ما فهماش معنى للمصلحة العامة. شنه هي المصلحة العامة. شكون يرسم لها. شكون يهتفلها. شكون يطبقها. القاونين اليوم في تونس تكتب على اساس مصالح ضيقة. مثلا وقت وش نكتبوا قانون على الصيادلة نجيبوا الصياد لهما اللي يكتبوا القانون. مش نجيبوا اهل الاختصاص يجيبوا قانون. معناها احنا ما عانيش رؤية متاع مصلحة عامة عنا مجموعة متاع مصالح ضيقة قطاعية اللي هي المواطن اللي يبدأ في وسط المعمع هذا الكل ملقاش حظو اللي هما أغلبية المواطنين في تونس شكرا لك لأي شي برئيس منظمة عليخت وان شاء الله يكون معانك موعد آخر في لقائت أخرى من شأن الاقتصادي